اليوم أستاذ أحمد أردوغان يقول الحكومات التركية السابقة أخطأت بشأن انضمام اليونان إلى الناتو من قبل ونعلم مواقف أثناء تجاه تركيا بعد احتمائها بحلف الناتو مواقف تصفها تركيا بالمعادية من قبل اليونان بلا شك وهنا يقول أردوغان بأن الحكومات التركية السابقة أخطأت وهذا يعني بأن هناك تخوف تركي من قبل السويد بأن تعود لاحتضان واحتواء هذه المنظمات أو هذه الوحدات الكردية نعم حاليا هناك مسألة مختلفة حتى ألمانيا علاقاتها جيدة مع تركيا اليوم سمحوا بمظاهرة لحزب العمال الكردستاني رخصوا مظاهرة مع ذلك التصريحات السياسية التركية تجاه ألمانيا لم تكن على نفس مستوى السويد أو كذا لذلك أقول دائما أن التصريحات السياسية يجب أن نأخذها فقط أنها موجهة كخطاب لتحسين المفاوضات وليس لتعطيل المفاوضات يعني قطعا ليس كلام الرئيس أردوغان من أجل إفشال السويد وإنما من أجل تحسين مفاوضات تركية مع السويد قطعا ليس الهدف هو منع انضمام السويد أو انضمام فنلندا إنما يريد الرئيس أردوغان وهو سياسي ماكر جدا يريد تحسين أوراقه السياسية وهذا حقه لذلك لن نستغرب بعد أسبوعين أن نجد التصريحات المعاكسة في حال أبدت السويد وفنلندا تجاوب مع المطالب التفكير